اشتركوا في القناة ورئيس الوزراء الموقر أنهت جامعة البحرين اليوم تخريج الفوج الثالث والعشرين من طلبتها من حملة الشهادات العليا والخريجين من جميع الكليات وذلك بقاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة بمقر الجامعة بالصخير لقد شهادت جامعة البحرين وكلياتها المختلفة العديد من حفلات التخرج وما يدعو إلى الفخر والاعتزاز هو الكلمات الطيبة التي أشاد بها الطلبة وأولي أمورهم الكرام وفي نفس الوقت تقديرهم للمستوى الذي وصلت إليه جامعة البحرين وما قدمته قبل ذلك قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها من تسهيلات مكنة هؤلاء الطلبة والطالبات من إتمام هذه المرحلة المهمة من حياتهم وإن شاء الله المزيد متوفيق لهم سواء في حياتهم العلمية أو العملية وقد أناب سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس الوزراء لحضور الحفل الأول الذي خصص لتخريج طلبة الدراسات العليا والطلبة الحاصلين على جوائز التميز الأكاديمي فيما أناب سموه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين لحضور الحفلات المتبقية والتي خصصت لتخريج طلبة مختلف الكليات جامعة البحرين حقيقة بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للجامعة ترقى بجميع مستويات سواء كانت الأكاديمية أو الإدارية أو المرافق وتوفير الأفضل للطالب بحيث أن هناك بيئة سليمة بيئة تنافسية بيئة تتطلع للارتقاء إلى الأفضل من جهتهم أشارع مداء القليات إلى الجهود التي بذلتها الجامعة لتطوير أدائها على الأصعيدة كافة حيث استطاعت نيل الاعتماد الدولي لمختلف برامجها الأكاديمية من منظمات عالمية مرموقة بما في ذلك حصولها مؤخرا على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي من مجلس الاعتماد البريطاني كما توسعت الجامعة في برامج الدراسات العليا وزادت من أعداد طلبتها في مختلف التخصصات الخرجون والخريجات عبروا عن فرحتهم بهذه اللحظات التي يتوجون فيها مسيرة من الاجتهاد والمثابرة لتحصيل أرقى صنوف العلم والمعرفة مؤكدين عزمهم على المساهمة الفاعلة في بناء حاضر وطنهم ومستقبله المشرق في شتى ميادين التنمية والتطوير بسم الله الرحمن الرحيم طبعا سعيدة جدا بتخرجي من فوج الثلاثة وعشرين لجامعة البحرين أوجه تخرجي ووجه نجاحي إلى والديني وإلى أهلي وزوجي وإلى سعادة الوزير مواجد بن علي النعيمي إذا هم الله خير ما قصر نزلي أنا ويا والدتي تحت الله يجعل مزاحة سنواتا إن شاء الله وإلى سعادة دكتور رياض حمزة إذا هم الله خير طبعا فرحة ما توصف بتكريمي من قبل سعادة وزير التربية والتعليم شعوري أنا سعيد في هذا اليوم بمناسبة التخرج وأهدي التخرج إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وإلى سمو الأمير الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة حفظهم الله جميعا وإلى سيدي صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد ولي العهد طبعا فرحة لا توصف الحمد لله أنا سعيد متخرج من جامعة عريقة مثل جامعة البحرين فخورة جدا بتخرجي من جامعة البحرين إن شاء الله تكون نقطة انطلاقنا لبناء بحرين المستقبل خدمت لي جامعة البحرين كل سبل التعليم ووفرت لي كل سبل التعليم عشان أكون ممرضة ناجحة إن شاء الله طبعا كليات العلوم الصحية وفرت لنا كثير من الخدمات عشان وصلنا لهاي التخصص ما قصروا أول شي خصوصا في كلية العلوم هني هم كانوا محبة تحياتي أرسلها إليهم صراحة إحنا شعورنا بود سعيدين هنا بنتنا تخرجات وإن شاء الله نشوفها للأعلى ونشكر جميع من سوهم في هذه الحفل ونشكر حكومتنا الرشيدة وإن شاء الله يعني يكون لهم مستقبل بوهر هذا الجيل وأنا أقدم كلمة حق المتخرجين والله يوفقهم وإن شاء الله نشوفهم في أعلى المرات فخر كبير لما نشوف هذه الأعداد الكبيرة تتخرج من هذه المؤسسة الضخمة الرائعة هذا الصرح الكبير جامعة البحرين وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق وستبقى جامعة البحرين الجامعة الوطنية مشعلا للعلم مركزا من مراكز رقي المجتمع حملت على عاتقها تشييد مجتمع بحريني عربي إسلامي شامخ يمتد أفقه نحو المستقبل ترجمة نانسي قنقر